ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر الإقضيبية وفي بداية الاجتماع أكد المجلس على ما يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى من حرص مستمر على تعزيز قيم التعايش والانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات كنهج راسخ تسير عليه مملكة البحرين مشيدا ومرحبا بالأمر الملكي الذي أصدره جلالته ويده الله بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي والذي يأتي ترسيخا لرؤية المملكة الرامية لتعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر وتشجيعا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش بعد ذلك أعرب المجلس عن تهنئته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة منوها في هذا الصدد بالدور الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تقدم المرأة وما تحققه المرأة البحرينية من منجزات ضمن المسيرة التنموية الشاملة للمملكة كونها شريك جدير في بناء الدولة ثم أشاد المجلس بما تحقق لمملكة البحرين من إنجاز دولي يضاف لسجل المنجزات التي تحققها على مختلف الأصعد بفوزها بأربع ميداليات ذهبيتين وفضية وبرونزية وذلك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 معربا عن تهنئته لكل من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة البحرين ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل إسهاما هاما في رفع حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية مشيرا المجلس إلى الحرص المستمر الذي يوليه فريق البحرين من أجل تعزيز مكانة البحرين الرياضية دوليا بعد ذلك تابع المجلس ما تم بشأن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية من أجل وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ والذي تكلل بالانتهاء من قوائم الانتظار في أغسطس الجاري ما يعد خطوة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز جودة الخدمة الصحية بالمملكة وذلك في ضوء التقرير المرفوع للمجلس من سعادة وزيرة الصحة حول برنامج زراعة القوقعة في مجمع سلمانية الطبية وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كافة الوزراء والجهات الحكومية لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص وتطوير الاشتراطات التنظيمية لتبسيطها وتقليل الخطوات اللازمة لها بما يعزز من البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين من أجل زيادة وطيرة التنمية لصالح المواطنين ثم أكد المجلس دعم مملكة البحرين لكافة الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لاتفادي مزيد من التوتر والصراع بما يحفظ الأمن والاستقرار ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزم من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في الحادي وثلاثين من ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين حيث بلغ إجمالي أصول احتياطي الأجيال القادمة سبعمائة وثمانية وستين مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي خلال عام الفين وثلاثة وعشرين بزيادة خمسة وعشرين وعشرين بالمئة على أساس سنوية كما حقق الصندوق إجمالي دخل شامل بلغ أربعة وستين مليون دولار وهو عائد إيجابي على متوسط الاستثمارات بنسبة تسعة وستة أعشار بالمئة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تطوير خمسمائة خدمة حكومية خلال سبعة أشهر تخص أربع وعشرين جهة حكومية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان من أجل زيادة تحقيق ما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية بما يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات السكنية والقسائم السكنية ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بنتائج الزيارة إلى دولة الكويت لمرسم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي بين مملكة البحرين ودولة الكويت